اهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نبرز ونرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية بعد هم العنوين نبدأ من الشرق الأوسط أوروبا بيلا بريطانيا وصور بريكسيت يحتفلون موقع كتابات ناشطون يتهمون الصدر بمحاولة السيطرة على المطعم التركي لتمريل مرشحي لرئاسة الحكومة في عربي 21 إصابات وقصف صيوني بغزة والاحتلال يزعم اعتراض صواريخ في القدس العربي سقوط خمس قذائف قرب قاعدة عسكرية تضيف أمريكيين شمالي العراق في العرب اللندنية الميليشيات تسعى لإخماد شعلة الانتفاضة العراقية من المدى نقرأ ثوار ذيقار قامعتهم السلطة وخذاتهم الشرطة وانتصر لهم الشعب وفي العربي الجديد نطالع معرك الشمال السوري تهديد تركي بالتدخل مع تقدم النظر الحالة القائمة في العراق اليوم تتطلب جمع الأخيار سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أن يعلموا ويعملوا على تنظيم أوراقهم للبحث عن مخرج للأزمة المتنامية في بلد يفتقر لقيادة وطنية تقوده لمرحلة الأمن والعطاء والبناء هذا مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع راسان بشأن مشروع الميثاق الوطني العراقي انطلاقة الميثاق الوطني العراقي كانت قبل عام تقريباً وتحديداً في أذار 2019 حيث اجتمع بعض القوى والأحزاب والشخصيات العراقية المستقلة ومعهم بعض منظمات المجتمع المدني ليؤسس ميثاقهم الوطني بعد أكثر من عامين من المشاورات داخل العراق وخارجه يدعو الميثاق الوطني العراقي شعباً الذي ما زال يعاني من أوضاع مأساوية إلى الاستمرار بمساندة ثورة تشرين وتصعيد التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في جميع المحافظات العراقية يجدد الميثاق الوطني العراقي دعوته جميع القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية إلى شروع في حوار جاد لإنضاج صيغة وطنية لعملية سياسية سليمة تضم الجميع دون إقصاء أو تهميش وبعيداً عن أي تدخل خارجي وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في حياة حرة وكريمة النجاح الحقيقي للميثاق هو في الاقتراب من هموم الناس ومشكلاتهم والعمل على أن تكون من أولوياته إنهاء معاناة الوطن والمواطن ويكون العمل الشعار العملي بعيداً عن الشعارات الورقية والإعلامية التي لا يراها المواطن على أرض الواقع كما تفعل غالبية القوى الأخرى التي أثبتت لأيام عدم فعليتها وإخفاقها ونحن نقترب من نهاية الشعار الرابع للاحتجاجات في العراق بات واضحاً أن الإدراك الوحيد الذي وصلت له الطبقة السياسية أو معدته من مؤشرات هو الخطر في تظاهرات بغداد وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية وأن التهديد الذي يواجهه العراقيون يتمثل بانهيار الدولة التي ربما لا وجود حقيقية لها هذا ما جاء في مقال للكاتب إياد العنبر في موقع الحرق يتوهم كثير من السياسيين في العراق سواء أكانوا يعلمون أو لا يعلمون في وصفهما الواقع السياسي الذي نعيشه بالدولة ولذلك فهم عندما يلوحون بخطر الانزلاق نحو الهاوية بفقدان الدولة لا يجدون لذلك التهديد صداً لدى المواطن العراقي لأنه متيقن تماماً بأنه يعيش في ظل لا دولة ومن ثم لا يمكن التهديد بالأسوأ من هذا الواقع ويبدو أن المشكلة أكثر تعقيداً من فهم الطبقة السياسية فالعراق لا يزال في صدارة قائمة الدول الفاشلة أو الهشة فعند التدقيق في مؤشرات هذا الوصف نجدها تدور حول محور يتركز في عجز الدولة عن القيام بوظائفها الرئيسة وأهمها الحد من الفقر والتدهور الاقتصادي والمشاكل بين المكونات وشرعية الدولة والخدمات العامة والمنظومات الأمنية والفصائل السياسية والتدخل الخارجي واللاجئون والمشردون ومن ثم إذا تتبعنا تصنيف العراق في تقارير المؤسسات الدولية سنجده يتصدر تصنيفات الدول التي تعاني من انخفاض في جودة الحكم والاستقرار السياسي وحكم القانون حسب تصنيف البنك الدولي والعراق يتصدر قائمة الدول الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية يتحدث بعض السياسيين بحديث فجع عن هيبة الدولة في حين أن ما نعيشه في العراق مفارقة خطيرة جدا ناتجة عن توهمنا بأننا نعيش في ظل دولة إذ نجد أن المشكلة أكثر تعقيدا وهي سيطرة القوى الموازية للدولة على المجال السياسي ما يحدث الآن في العراق هو أكثر من دمار حرب عالمية أو قنبلة نووية وثقته وأعلنته التقارير المحلية والدولية المتواصلة وكشفت عنه ثورة شبابه السلمية هذا ما جاء في مقال للكاتب ماجيز السامرائي في صحيفة العرب اللندنية ادعت دارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كذبا وتبريرا بعد طفان تدمير العراق بأنها لم تستهدف قتل العراقيين وتعطيل عجلة الحياة عندهم بل استجابت قبل العام 2003 لنداءات عراقيين معارضين لحكم صدام حسين شيعة دعو المظلومية فسلمت الحكم لهم ومعهم الأكراد لكن جميع تلك الإدارات الأمريكية حتى عام 2011 تاريخ انتهاء الاحتلال الأمريكي للعراق كانت أدواتها السياسية والاستخبارية داخل العراق تراقب مسلسل القتل الجماعي للعراقيين من قبل الميليشيات التابعة لإيران بعناوينها المتعددة ولم توقفهم كما لم تعطي العمليات النهب المنظم للثروة المالية العراقية التي قدرت بنصف تريليون دولار إلى درجة أن أصبحت تلك الإدارات في نظر شعب العراق الشريكة الفعلية لإيران في تدميره وما دعواتهم الحالية إلى معادات واشنطن سواء لذر الرماد في العيون إلى إذا استفاقت الولايات المتحدة واستعجلت دعم العراقيين للخلاص مما هم فيه لا بد أن تنتصر إذا إرادة الحياة على الموت والدمار في العراق ولا شك أن نموذجي الشعبين الياباني والألماني وبعدهما مثال انتصار نيلسون منديلا في قيادته لشعوب جنوب أفريقيا ضد العنصرية والكراهية هي أدلة تاريخية على هذا الانتصار منتظر في كلمته أخيرا تحدث عباس بلغة واضحة وقاطعة بأنه سيبدأ فورا اتخاذ الإجراءة كلها التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية تنفيذ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ودعا الفلسطينيين جميعا إلى رص الصفوف وتعميق الوحدة الوطنية هذا ما جاء في مقال الكاتب أسامة أبو رشيد في صحيفة العربي الجديد عن موقف عباس من صفقة القرن نتمنى أن تكون هذه لحظة تغيير حقيقية في مواقف عباس خصوصا بعد أن قطع ترامب تخرصات المراهنين على موقف أمريكي متوازن كما نتمنى أن نشهد إعادة إطلاق للمشروع الوطني الفلسطيني المستلهم للثوابت الوطنية والمؤسس على الحقوق غير القابلة للتصرف كما نتمنى أن نرى دفنا لانقسام العار بين حركتي حماس وفتح وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ولا نحقق رغبة واشنطن وتل أبيب بقيام حرب أهلية فلسطينية حضت عليها صفقة القرن لقد اتضحت حدود السقف الأمريكي الإسرائيلي المنخفض فيما يطرح على الفلسطينيين حتى لو نفذوا كل الاشتراطات المطلوبة منهم فلن تكون هناك دولة بسيادة ولن تكون هناك عاصمة في القدس الشرقية ولن يكون هناك تفكيك للمستوطنات وترحيل للمستوطنين عن الضفة الغربية ولن يكون هناك حق عودة للاجئين ولم تكون هناك حدود للدولة الفلسطينية العتيدة إلى آخره كلمة أخيرة هل أنا متفائل بتحول جذري في موقف القيادة الرسمية الفلسطينية وتحديدا الرئيس عباس أكذب إن قلت نعم فتجاربنا السابقة معها لا تبشر بخير السلطة الفلسطينية صممت بطريقة غير قابلة للفطام عن الثديين الأمريكي والصيوني ومن يحاول فرض ذلك يكون مصيره كمصير عرفات وضف الكاتب أتمنى أن أكون مخطئة فهذه من المواقف التي لا ينبغي أن يتمنى المروء أن يصيب فيها ولكن الأمور لا تأتي بالتمني ولا بالشعارات الرنانة التي لا تلبث أن تنطفي أجذوتها لا حديث اليوم في الأعلام العربي والعالم ممنشغل بفيروس كورونا إلا عما يسمى صفقة القرن هو المصطلح الذي استقرى عربيا لتوصيف المشروع الأمريكي الجديد المقترح لتصفية القضية الفلسطينية لا يبدو مضمن هذه الصفقة الذي سنأتي إليه لاحقا أهم ما في الصفقة بحسب رأينا بل يبدو بحسب رأي الكاتب طبعا بل يبدو التوقيت ووزن الفاعلين يبدو أهم ما يميز هذا الحدث والذي يبدو حدثا تاريخيا في مسار الصراع العربي الصيني والإسلامي الصيني منذ احتلال الأرض الفلسطينية في عام 48 من القرن الماضي هذا مقال للكاتب محمد هناك في موقع عربي 21 تأتي صفقة القرن في أوج الفوضى والحروب التي تضرب المنطقة والتي تفجرت أو فجرت ردا على ثورات الربيعة فالمشهد المصري يلخص الحالة العربية بعد الانقلاب على ثورة يناير أما سوريا فقد حولت العصابات الطائفية البلد إلى مذبحة مفتوحة تعجز كل كتب الأرض عن وصفها أما بقية الدول العربية في المغرب العربي وفي الخليج على السواء فهي اليوم في أضعف أطوارها بعد القمع الذي تعرضت له شعوب هذه البلدان بسبب الثورات أو لسبب آخر وهو الأمر الذي يجعل من الفاعل العربي أضعف الفواعل في المشهد الإقليمي من جهة أخرى تهرول دول عربية كثيرة إلى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني أما اللاعب الأساسي في المشهد العربي ممثلا في شعوب المنطقة فإنه رغم محافظته على رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع إلا أنه يقف مكتوف الأيدي وعاجزا عن الفعل المؤثر فيما يعقد على حسابه من صفقات إن تجريد الجماهير العربية من القدرة على الفعل السياسي بسبب الطبيعة القمعية للأنظمة الاستبدادية قد حولها إلى كتل صماء مفعول بها لا يقيم لها المفاوضون وزنا يذكر مصير القضية الفلسطينية لا يرسم في الأرض المحتلة وإن كانت هذه الأرض جزءا أساسا من المعركة إنه يتحدد في الميادين والساحات والعواصم العربية كلها وخصوصا تلك التي رفعت شعار الشعب يريد إسقاط النظام وعيا منها بأن الطريقة على تحرير القدس واستعادة الأرض يمر وجوبا عبر تحرير الإرادة العربية من قبضة الاستبداد لم يبقى أمام الفلسطينيين سوى خيار واحد البقاء والقتال لا مفر الآن من أن تبدأ موجة جديدة من النضال من أجل الحقوق المتساوية في دولة واحدة على الأرض فلسطين التاريخية هذا ما جاء في مقال الكاتب ديفيد هيرست في ميدلست آي بريطانيا لا ينبغي لأحد أن يستخف بالطبيعة التاريخية لما تم الإعلان عنها فلقد ما تحل الدولتين أو ماتت الفكرة التي تقول بإمكانية قيام دولة فلسطينية متلاصقة وقابلة للعيش إلى جانب دولة ذات أغلبية يهودية بل لقد ماتت قبل فترة طويلة من إبرام اتفاقية أوسلو تحيط صناع السلام العرب مثل عاهل الأردن السابق الملك حسين علماً وبشكل واضح لا لبس فيه بأن الدولة الفلسطينية المستقلة لن ترى النور أخبرهم بذلك السوفيت على لسان بيفيغين بريمياغوف كما أخبرهم به وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إن الرسالة التي توجهها هذه الخريطة للفلسطينيين بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار تناسوا خلافاتكم تناسوا ما جرى بين فتح وحماس في غزة في عام 2007 نحوا جانباً كل المزاعم والاتهامات حول من انقلب على من وتوحدوا وحدوا صفوفكم في مواجهة خطر يهدد وجودكم وأضاف الكاتب إن بإمكان الفلسطينيين لو توحدوا أن يحبطوا كل خطط الكيان الصهني العنصرية وأن يحبطوا أيضاً قيام أي تطهير عرقي لقد فعلوا ذلك من قبل وبإمكانهم أن يفعلوه مرة أخرى ازداد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليقترب هذا العدد من 2 إلى 259 ازداد حالة وفاة في الصين وقفز عدد المصابين بهذا الفيروس ليقترب من 12 ألف مصاب بينما دعت بكين دول العالم إلى التضامن معها في المرحلة الحساسة التي تمر بها قد دفع أعلان وحالة طوارئ العالمية بسبب فيروس كورونا دفع دول العالم لتسريع إجراءات وقف الرحلات الجوية بينها وبين الصين وتجديد قيود دخول الصينيين على أراضيها وقد نددت الخارجية الصينية بتوصية نظيرتها الأمريكية للمواطنين الأمريكيين بعدم التوجه إلى الصينية ومغادرتها بسبب انتشار هذا الفيروس رفعت واشنطن درجة الانذار للصين إلى أقصى مستوياته بحيث باتت الصين مساوية لدول مثل أفغانستان والعراق وإيران نبقى الآن مشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم غدا بإذنه تعالى صدق أقلاق جديد من الرافدين في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر